الفترة اللي الطفل بنعمل فيها احنا العمليات دي او التدريبات دي او الحاجات الخطوات التي تبدو بسيطة دي لازم نراعي دايماً اهمية الامر للطفل انعكاسه على صحته مش ان احنا نبعدين متدايقين بقى بنتلكك يعني اللي هو هنقعد خمس دايق من غير تكيف ولا خمس دايق من غير ما روح اه نقعد خمس دايق من غير تكيف عشان خطر ابنك او بنتك فاهمين قصدي؟ لازم نقلل كمية السوائل اللي الطفل بيشربها فترة التدريب دي خلاص خصوصاً قبل النوم ماشي كده لازم نقلل كمية السوائل التوقيت المناسب لبدء تعلم هذه المهارة هو فصل الصيف زي ما قلت في الاول عشان كده مع تدال الجو بقى والبداية ان الجو بقى مستقر وبقى اميل الى الاجواء الحرة وليست الباردة يعني كم الاسئلة بقى اللي جات لي عن هذا الامر وطبعاً هم هنا ناس محقة تماماً لان في ناس قاعدة مستنية بس ان الجو يتزبط عشان يبدأوا تعليم اطفالهم المهارة دي لانه في الشتاء الامر صعب جداً بصراحة انا بشكل شخصي ويعني ده بقى بعيداً عن العلم بشكل شخصي لا انصح ان المهارة دي يتم التدريب عليها في الشتاء ابداً ابداً بتاعهم بيبقى فيه لسعد برد خلق ماشي بس ده ده خلق ده امر بقى مفروغ منه دي بلدهم كده انما البلاد اللي فيها ان الجو بيبرد وبعدين بيحصل اعتدال وعادين حرارة بقى لأ نستنى اعتدال الجو انه بقى فيه الجو يبقى حار عشان نبدأ نعلم الاطفال انما تعليم الاطفال في الشتاء امر بالغ الصعوبة الحقيقة تمام؟ طيب ايه تاني من ضمن النصايح لا يجب ان احنا نبدأ تعليم الاطفال المهارة دي في فترات خاصة او حالات خاصة زي ايه حالات خاصة؟ زي نزلات البرد مثلا او المرض بشكل عام لا قدر الله برد بقى اسهال خلاص ما ينفعش الطفل هنا لديه من العبء ما يكفيه ربنا يشفيه ربه يطبطب عليه برحمته ويرزقه الشفاء والعافية ما نجيش احنا بقى والطفل لسه عنده برد نقول ايه نعلمه بقى هو عنده بقى لا ما نستنى بقى لغاية ما يخف ما ينفعش نعلم الطفل واحنا لسه مثلا بنبدأ نودي حضانة لان الحضانة دي تجربة جديدة او ظن نتكلمنا عنها في حلقات كتير خلاص تجربة جديدة في حالة من الضغط النفسي والعصبي على الطفل تجربة مقلقة بالنسبة للطفل خلوا بالكوا الطفل السهار ده هو اللي بيقضي الفترة طويلة ساعات طويلة بره البيت مش احنا اللي بنخرج بقى ونسيبه لا ده هو اللي بيسيبنا وبيخرج احنا اللي بنودي الحضانة فما ينفعش في الأجواء المتوترة دي من وجهة نظر الطفل هنقض نقول ايه هو خايف من ايه عند الحضانة ايه قريبة ده بيروحوا يلعبوا تبقى تجربة جديدة اقول لكم حاجة لو مولود جديد جه يعني طفل تولد جديد الطفل بقى عند الطفل ده أخه أو أخت ما ينفعش نعلم الطفل في الوقت ده لو غيرنا البيت يعني غيرنا البيت يعني عزلنا أو غيرنا البيت يعني مش فيه ناس كده بتروح تعود في مناطق ساحلية مصايف ما نجيش بقى في الوقت ده ونبدأ تعليم الطفل المهار فهمتوا قصدي يبقى دي اسمها الفترات الاستثنائية أو الظروف الخاصة مش لازم تبقى ظروف وحشة يعني تفاهمين قصدي بس قصدي أن الطفل هنا لازم لما نعلمه مهارة نبدأ نعلمه مهارة التحكم الإرادي في تبارل وتبرز تكون الأمور مستقرة بالنسبة للطفل مستقرة خلاص وأظن أنا ضربت أمثلة على سبيل يعني اللي أنا قلته على سبيل المثال أو على سبيل أمثلة وليس الحصر طبعا ترجمة نانسي قنقر